السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلب الشعبة المعمارية تخصص عمال البناء ألونا مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا مادة تقديد ودارة انتاج النهاردة إن شاء الله هنتكلم في حلقتنا عن مشروع وحدة سكنية مشروع وحدة سكنية المشاريع بتاعتنا بتنقسم إلى نوعين في الإنشاء أو بيبقى المشروع مبني على الحوائط الحملة أو بنظام الحوائط الحملة أو النوع التاني بيبقى مبني على النظام الهايكلي اللي هو النظام الهايكلي والنظام الحوائط الحملة يبقى النهاردة إن شاء الله هناخد وهنفسر بأمر الله في الحلقة بتاعتنا والحلقات القادمة إن شاء الله هناخد أول أول جزء اللي هو المشروع بتاعنا ببني على نظام الحوائط الحملة النظام الحوائط الحملة ده اللي هو النظام البلد بتاعنا اللي هو القديم ان انا ابني الحيطة واروح جاي بالنجار المسلح تمام ويروح شدد الشدة بتاعته ويروح الحدد يروح جاي يروح شدد حديد التسليح الفرش والغطى بتاعه ويروح وبعد جهات نجيب صبت الخرصانة بتاعتي صبت اللي اصب السقف بالقامرات تمام يبقى السقف هنا مين اللي شايله اللي شايل السقف بالقامرات اللي هي الحواطة عشان كده سميناها حواطة ايه حواطة حملة ده النظام اللي هو اللي هي البلدي طب فيه النظام اللي هو الهيكلي ان انا بعمل اواعد وبعمل ميد او سميلاد وبطلع باشاير العمدان وبعد جهات بعد ما بخلص الحفر واردم وطبعا بعزله قبل ما باردم طبعا بعزله ضد الرطوبة والشغل بتاعنا تمام بروح رادم وبعد جهات بطلع برقاب العمود العمدان اللي انا كنت هيعمل هدية في الارض واطلع بايه ببقية الارتفاع بتاع العمود وبعد جهات بروح مربط العمدان من فوق بالقامرات ما القامرات مع بلط السقف حديدها داخل كله مع بعض ومتشابك ومترابط مع بعض يبقى ده اسمه اسمه ايه هيكلم ما جبت ما جيتش جنب الحيطان ليه كل ده انا بعمل العظم الاساسي بتاع المبنى بعد جهات ايجي بقى ايه المسافة اللي ما بين العمودين دول اروح جاي اروح حاطة حيطة او ممكن اشيل الحيطة وسيبها مفتوحة لبعضيها براحتي يبقى هنا الحيطة الحيطة بقت عبارة عن ايه عبارة عن سطارة مش شاي لأي حاجة اللي شاي لمن اللي شاي للعمدان عشان كده انا سميتها ايه نظام هيكلم طب تعالا مع بعض بقى نشوف الليه المشروع بتاعنا لما يجيلي في الامتحان جبتلك كل البنود اللي تيجي للحواتي الحاملة هنسبت قواعد اساسية واحد اتنين تلاتة تمام اي بند من البنود ديت هشتغل عليها جالي مسلا بند حافرة او خرصانة عادية او خرصانة مسلحة او بلاط او طبقة عزلة ايه البنود السابتة للحواتي الايه يبقى انا لمتلك البنود كلها في مشروع واحد وسبت الخطوات وامشي عليها لاي مشروع تاني نفس النظام ان شاء الله نخلصه ونخش على النظام التاني اللي هو النظام الهايكلي برضو هجيب لك جميع البنود اللي اللي بتجي في الامتحان او ممكن ما تجيش يبقى انت اتدربت ايدك وايه وتمرن تعالى جميع البنود جالك مسلا اربع بنود من التمانية اللي انا جبتهم لك تمام يبقى انت هتمشي بنفس الايه القواعد والمبادئ اللي احنا ايه اسسناها مع بعضين تعالى نشوف مع بعض كده المشروع بتاعنا بيتكلم عن ايه مع بعض كده ايه يعني transmit كده تقطيت اللي احنا عاش نشغلل النهاردة تقطيت ودرة انتاج عمل الي ايه البناء طيب المشروع بيتكلم عن وحدة سكنية اقتصادية وحدة سكنية ايه اقتصادية وهيجيب للرسم ومرفق الرسم المرفق يوضح المسقط الافقي والقطاع الرأسي الرسم المرفق يوضح المسقط الافقي والقطاع لايه الرأسي ألف ألف والوجهة الرئيسية أو الوجهة الأمامية مثلا حسب ما يجيبها لي في المشروع حسب ما يسميه هنا سميها لي الوجهة الرئيسية لمبنى وحدة سكنية اقتصادية مبنية على نظام الحواتي الحملة مبنى على نظام الحواتي الحملة طب يا أستاذ برضو أنا عايز أعرف أميز مبين في الرسم بتاعي مبين الحواتي الحملة والإيه والهيكل تعال مع بعضي جدا تعال الرسمة بتاعت اللي أنا موضح حلقة هو هنشوف الحواتي تعال مع بعضي كده آدي المشروع بتاعي جايب للرسمة ده اسمه إيه ده اسمه مسقط أفقي مسقط أفقي لوحدة سكنية اقتصادية حاجة بسيطة قد قد قلت متكونة من قط النوم وحمام ومطبخ والمعيشة بخش من باب البيت أو باب البيت أهو بطلع خمس درجات وبعد جهوات أخش على باب الشقة باب الشقة ده هي فيه قصادي طرق التوزيع صغر مانا هي طرقة ممكن أخش يمين على المعيشة تمام؟ اللي هو مثلا زي الصالون أو الانتري تمام؟ من المعيشة ده أروح داخل على الطرس أو الفرندة اللي موجودة أو البلكونة اللي موجودة بعد جهوات أروح راجع ناحية الشمال فيه عندي طرق التوزيع تدخلني على المطبخ والحمام وبعد جهوات من المطبخ أو الحمام على قوضة لحجرة النوم مثلا حجرة النوم الرئيسية قدي حجرة النوم الأطفال ده اسمه مسقط أفقي طب إزاي أميز مبين أن المشروع ده مبنى حوات حملة ولا هيكلة بص آدي الزاوية بتاعت دي زاوية التقابل للحيطة الأفقية مع الرئيسية لو لقيتهم الاتنين دولة تمتصلين ببعض كده يبدوت مبنى نظام إيه؟ حوات حملة حوات إيه؟ حملة لو أنا جيت وروحت لقيت الحيطة بتاعتي بالمنظر ده كده تمام؟ ولقيت فيه هنا حجة متهشرة على زاوية 45 أو مسود هالي في الامتحان يبقى ده عبارة عن إيه؟ عمود وطالما ده عمود يبقى ده مبنى على النظام إيه؟ الهيكل يبقى أنا أعرف أميز ما بين الاتنين لو جاب للحوائط متصلة ببعضها كده مربوطة ببعضها يبقى ده مبنى على النظام إيه؟ نظام الحوات الحملة لما يجب هالي متصلة ببعض بس فيه هنا تهشير على زاوية 45 أو مسودها من دهاني سوء إيه؟ لون اسوء كدهوت مربع مثلا يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن عمود العمود ده يبقى ده مبنى على النظام إيه يا باش مهندس؟ مبنى على النظام الهيكلي يبقى احنا نعرف أول حاجة نبدأ نميز ما بين الحوات الحملة والإيه؟ والهيكلي تعال نرجع مع بعض ونكمل تمام؟ قال لك المطلوب واحد إيجاد كميات البنود الآتية كميات البنود الآتية مع ذكر مواصفات مختصرة لكل بند والرسم مزود بجميع الأبعاد والبيانات الرسم مزود بجميع البيانات والإيه؟ والأبعاد طيب نشوف المطلوب البنود اللي هو جاي بها لأول حاجة تمام؟ ده أساسي في كل الامتحانات الحاجات اللي احنا هنقول عليها أساسية تمام؟ هنركز عليها ونقول القواعد الأساسية بتاعتها رقم واحد بالمتر المكعب أعمال الحفر في أرض عادية إيبقى ده بند سابت بيجي في الامتحان رقم اتنين بالمتر المكعب أعمال الخرصانة العادية لزوم مية للحوائط سمك خمسة وعشرين من مية متر مكونة من اتنين جزء دقشوم وجزء واحد رمل ومتين وخمسين كيلو جرام إيه؟ أسمنت لكل متر مكعب رمل طيب ده البند رقم اتنين ده يعني بنسبة سبعين في المية بتيجي الخرصانة العادية رقم تلاتة مية في المية آه ده لسه الخرصانة العادية بالمتر المسطح أعمال الخرصانة العادية بصمك خمستاشر سنطي لزوم فرشات أسفل الطابليطات ما بين قصين ايه؟ المدخل وحجرة النوم والمعيشة برضو جايبها لك من ضمن ايه؟ ان انت يبقى عندك معلومة وممكن تيجي ممكن لا كل الاحتمالات رقم اربعة البند رقم اربعة تمام؟ بالمتر المكعب خرصانة عادية بنسبة مية في المية بتيجي بالمتر المكعب خرصانة مسلحة مكونة من تمانية من عشرة متر مكعب زلط أربعة من عشرة متر مكعب رم تلتمية كيلو جرام أسمنت وحديد التسليح حسب الرسومات حسب الرسومات اللي هو جايب هالي طيب طلباتك ايه باش مهندس أربعة ألف لزوم مية الأساس لزوم مية ايه؟ الأساس للحوائط محدد هالي مش جميع الحوائط بقى لا ده جايب محدد هالي للحوائط سمك خمسة وعشرين من مية يبقى أنا هحسب الخرصانة المسلحة للحوائط اللي هي سمك كام؟ خمسة وعشرين من مية طيب أربعة به لزوم بلطات ومية السقف والأعتاب لزوم بلطات ومية السقف والإيه؟ والأعتاب طيب نعال نشوف البند رقم خمسة ده أساس التخصص بتاعي وبييجي في الامتحال البند رقم خمسة ألف بالمتر المكعب مباني بالطوب الأحمر الطفلي ومونة الأسمنت والرمل لما يجي أبني للحوائط يبقى المونة متكونة من إيه؟ 300 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رمل يبقى 300 كيلو جرام أسمنت هحطهم على إيه؟ كل متر مكعب رمل ده أسفل الطبقة العزلة أسفل الطبقة إيه؟ العزلة علما بقى أن الطبقة العزلة ترتفع عن سطح الأرض لازم من أعرف الحاجات دي والتفاصيل دي الصغيرة بحتاجها تمام؟ هي مش جايبها لك دوات إنه يعني يقبر المسألة لا ده ليها لها مغزة هحتاجه فيما بعد يبقى الطبقة العزلة بترتفع عن سطح الأرض بمقدار كام؟ 15 من 100 متر طيب البند رقم 5 بيه؟ طالب إيه حضرتك؟ بالمتر المكعب مباني بالطوب الأحمر الطفلي ومونة الأسمنت ورمل بنسبة كام؟ 300 كيلو جرام أسمنت لكل متر مكعب رمل أعلى الطبقة العزلة أعلى الطبقة ليه؟ يعني من بعد 15 سنتي إلى فوق سطح الأرض ده البند رقم 5 البند رقم 6 عايز يحسب الطبقة العزلة عايز يحسب الطبقة العزلة؟ الطبقة العزلة بتتحسب بيه شباب؟ بالمتر المسطح بالمتر المسطح طبقة عزلة أفقية أعلى الحوائد من أسفلت بصمك وصمكها كام؟ سنتي ونص واحد ونص إيه؟ سنتي البند رقم 6 به؟ بالمتر المسطح طبقة عزلة أفقية من الخيش المؤطرة لزوم سطح المبنى بصمك واحد سنتي وإيه؟ ونص ده البند رقم 6 البند رقم 7 بالمتر المسطح بلاط مزايكو مقاس 20 في 20 في 2 ونص عايز أعمل السطح بتاعي بالبلاط المزايكو مقاس البلاط كام؟ 20 في 20 في 2 ونص وبيلصق بمونة مكونة من هركب البلاط ده بمونة مكونة من 300 كيلو جرام أسماد لكل متر مقعب إيه؟ لكل متر مقعب رام البند رقم 8 وده آخر بندك ده هو تيبقى أنا جمعت لك البنوت كلها المحتملة والأساسي اللي هي ممكن تيجي في في الامتحان بالمتر المسطح بلاط أسمنتي عادي لزوم السطح يلصق بمونة مكونة من 200 كيلو جرام أسمنت زائد نص متر مقعب جير زائد متر مقعب إيه؟ رام ده لما كون أنا عايز أعمل السطح بتاعي بالبلاط الأسمنتي وده لما البند رقم 7 لما كون عايز أبلط الشقة بتاعتي بالإيه؟ بالبلاط المزايق يبقى المونة بتاعتي متكونة من إيه؟ وهنا المونة متكونة من إيه؟ ونوع البلاط هنا أسمنتي وهنا البلاط إيه؟ مزايق طيب تعال بقى جايب للرسمة هو تمام؟ آدي الأفقي اللي أنا جايبها لك في الرسمة هو تمام؟ آدي المسقط الأفقي عبر عن حجرة النوم وهذه الحمام والمطبخ المعيشة والمدخل وبخمس دراغات يطلعون لغاية الموصل لباب الشقة والوجهة الرئيسية جايبها لها بالارتفاعات بالمناسيب بالأبعاد الموضحة بالرسم وآدي القطاع الإيه؟ الرأسي القطاع الإيه؟ الرأسي طيب إحنا هنعمل إيه شباب أول حاجة حضرتك بعد ما انت قررت المشروع بتاعي تمام؟ اللي جالك في الامتحان خلاص هتيجي بعد جدهوة يا باش مهندس هتروح عامل إيه؟ كل ما فيها ان انت هتيجي على كراسة بتاعت الإجابة بتاعتي تمام؟ كراسة بتاعتك الخاصة بيك هتيجي في صفحتين قصة بعض هتيجي إيه؟ في الحل لما تيجي تحل الجداول بتاعتك تمام؟ هتيجي لازم تيجي في صفحتين قصة بعض الصفحة اليمين الجدول بيتكون من كم خانة؟ من عشر خانات يا شباب تسع خانات هيترسموا في الصفحة اليمين والصفحة الشمال هتتعمل فيها إيه؟ خانة يبقى تسع خانات في الصفحة اليمين والصفحة الشمال هيبقى فيها إيه؟ فيها خانة اللي هي خانة الملاحظات بعد مارس من الجدول بتاعي بالشكل اللي احنا هنجيبه دلوقتي وهنوضحه في عندي الخانة اللي هي رقم عشرة اللي هي على الصفحة الشمال تمام؟ هكتبها خانة اللي هي؟ خانة الملاحظات خانة إيه يا شباب؟ خانة الملاحظات هنعمل ايه في خانة الملاحظات دي هروح جايب الرسم اللي هو جايبهولي في المشروع بتاعي تمام وهروح رسمه كروكي رسمه محاور رسمه خط جدوات ونسبة وتناسب يعني مثلا ايه يقل مثلا 8 سنتي أو 7 سنتي نسبة وتناسب أصغره بحس ان انا هاخد من اللي ما عودش بقى أبص بقى على وردة الأسئلة وكل شوية أرجع لوردة الأسئلة لا يبقى الرسم بتاعي موجود تمام في خانة الملاحظات طب حضرتك انت عملت ايه هروح جايبهولي هروح رسم تعال مع بعض جدواتي على السلايس التاني نرجع تمام ايه دي الحوائط المشروع بتاعه هو نبص مع بعض كده على السلايس بتاعي تمام ايه دي المسقط الأفق وهو المسقط الأفقي رحت جيت على الحوائط الخارجية دي الحوائط الخارجية اللي ايه سبك 25 خدتها اللي هو البروز الخارجي ده تمام طب الحطة اللي تحت ديت انا شايفها يا استاذ مش مشة على طول ده فيها حطة ايه روكن صغرنا كده روكبة دخل الجوه هي تمام وفيه الجزء اللي هو قدام الباب بتاعي الباب ده بضرفتين طب الباب بضرفتين اصاده دي عتبة درجة درجة مرفوعة عن سطح الأرض يعني الشقة منصوبها مرفوعة عن سطح الأرض بمقدارة دي 15 سنطي هاو جايب للمنصوبة زائد زائد او نايس ايه زائد 15 من 100 طيب بعد جهوات يا بشمهندس هاخد الرسمة دي الحوائط الخارجية دي اروح رسمها كروكي في ايه في خانة الملاحظات طب ايه تاني عندي الحوائط الداخلية في عندي اطوع رأسة هو تمام وفي عندي حيطة افقية ناحية اليمين وعندي حيطة رفيعة فاصل ما بين الحمام والمطبق وفاصل ما بين حجرة النوم وفاصل ما بين تمام المدخل وما بين ايه حجرة النوم التانية ايه طب تعالا بقى نرجع للرسمة بتاعت اللي هي في خانة الملاحظات اللي انا هشوفها حضرتك رسمتها ازاي تعال نبص مع بعض كده نركز مع بعض رحت رسمت البرو ايه الحوائط الخارجية بتاعت زي ما انا شايفه نرجع كده للورق بتاعي تمام ايه دي الرسمة بتاعت ايه انا رسمت الحوائط الخارجية بخط تقيل تمام كل ده بالرصاصة باشمعنس بعد جهوات ايه دي القطوع الرأسي او الحيطة الرئيسية وميزتها هقول الحائط الرأسي تمام او هسميها ميم واحد يعني اختصار لكلبت ايه ميدة رقم واحد او هسميها الاتوع الرأسي طب فيه عنده اواطع افقية هذه اطوع اطوع افقي وهذه الاتوع الافقي تمام طب اسميهم ايه الاستاذ الاتوع الافقية او سميها ميم اتنين يبقى الميدة رقم اتنين الميدة رقم اتنين تمام طب وفيه هنا عندي الميدة رقم اتنين برضو تمام طب بعد جهوات يا llevאשمهندس فيه عندي هنا الميدة رقم 3. طب انت ما سميتهاش ليه. ده أفقي وده أفقي يا أستاذ. وده أفقي وده أفقي. بس المقاس هنا 4 متر. والمقاس هنا 3 متر و10. لو رجعت الرسمتي اللي جايبهالي في الامتحان. هلاقي المقاس هنا. من المحور ده للمحور ده. المقاس ده كام 4. من المحور ده للمحور ده. المقاس كام 3 متر و10. يبقى أنا هيخد المقاسات كلها اللي ماسها 1. وساميها ميم 1 أو ميم 2 أو ميم 3. طب الأطوع الرأس ده متقرر هنا او هنا انا خدت البروازي الخارجي وسميتها ايه حوائط خارجية. طب نخلصنا الخارجي نمسك كدهات الايه الداخلي. في عندي اطوع رأسه او انا شايفه او. يبقى انا سميته ايه كله من هنا. من النوطة دي. لغاية النوطة دي سميتها ايه ميم واحد. طب بعد جيوت هلاقي الافقي ده. المقاس ده اللي هو كام? اربعة متر. المقاس ده هو المقاس ده. هو المقاس ده. كام? ميم اتنين. طب تعالي نبص كده هو ميم ايه? ده? هيبقى ميم تلاتة. ليه يا استاذ? لان المسافة دي من ايه? من المحور للمحور كام? تلاتة متر وعشرة. طيب. ايه طلباتك يا باشمعندس? تعالي نبص كده على القطاع الرأسي. طبعا القطاع الرأسي في في الرسم عندي. مش ايه? مش واضحة اوي الابعاد. طب انا رحت جبتها لك مرسومة ووضحتها لك. تمام? ابص كده هو القطاع الرأسي بي ايه? بيه متكون من ايه? اول حاجة ميدة عادية. ميدة ايه? ميدة عادية. بدايتها? بدايتها اهو. ادي بدايتها ايه? المسافة ما بين الليه? ما بين البداية والنهاية كام? متر وعشرين. يبقى الميدة العادية كام? متر وعشرين. طيب. فوق الميدة العادية ايه? ادي البداية بتاعتها. ودي النهاية بتاعتها ايه? يبقى المسافة دي كام يا استاذ? المسافة دي التمانين. تمام؟ طيب. بعد جواد لقيت سمك الحيطة اللي هو جايبه لي في الامتحان واللي هو اكبرني ان انا اشتغل عليه. مأسها كام خمسة وعشرين سنتر. مأس الحواد كام؟ خمسة وعشرين سنتر. طيب. ارتفاع الميدة العادية دي كام أربعين. غلي بالك عشان ايه الارتفاعات دي هنحتاجها والعرض ده والاطوال دي هنحتاجها. طيب. عندي الميدة المسلحة دي كام أربعين. وارتفاع المباني لغاية وش سطح الارض. اه دي سطح الارض اهو وكاتبها لك ايه ووضحها لك اهو وش سطح الارض ده من وش المسلحة لوش سطح الارض دي. ارتفاع المباني دي كام؟ اربعين. تمام؟ طيب. وضحتها لك. تعال نلجع للسليتز التاني. تمام؟ ونبص مع بعض كده. اه دي القطاع الرأسي اللي هو جايبه لي في ورقة الايه؟ ورقة الاسيلة اهو. نبص مع بعض كده. تمام؟ قل لي المسافة مسافة الحطة دي. انا شايفها ايه؟ نركز مع بعض كده ونرجع باليه؟ بالسليتز مع بعض. تمام؟ سمك الحطة هنا خمسة وعشرين تمام؟ تحتيها خرصانة عادية. الخرصانة العادية دي اتمقاسها متر وعشرين مقاسها متر وعشرين. ياريت نركز كده ومخرجنا الجميل يجيب لي الكاميرا على السليتز تمام؟ مقاس العادية متر وعشرين. طيب وبعد كده قد أبص كده لقيت مقاس الحيطة دي. مش زي الحيطة الاولى. طيب مقاس الحيطة الاولى دي. كم؟ خمسة وعشرين. طيب مقاس الحيطة التانية دي. يا بشمانديس نركز مع بعض كده. تمام؟ وقاتلي الكاميرا على السليتز بعد ازنك. ادي سمك القاميرا اللي هي الاتناشر تمام؟ تحتيها هتقول لي تمانين؟ لا مش تمانين. ده التمانين ديت يا بشمانديس اللي هي ايه؟ التمانين ديت اللي هي مقاس الخرصانة اللي هي المسلحة. تمام؟ طيب. تعالى بقى نشوف مع بعض كده هنشتغل ازاي اول باند من البنوت بتاعتنا هو كان طالب ايه؟ طالب باند الحف باند ايه؟ باند الحف طيب. تعالى كدهات معايا يا بشمانديس نرجع كدهات على اللاب مع بعض. تمام؟ اه دي التسع خنات بتوعي بيقولوا ايه؟ اول خانة خانة الباند الباند اللي انا هنفذه رقم كام؟ رقم واحد. طب بيان الاعمال بيان الاعمال اللي هو باند باند الحف بيان الاعمال ده المواصفات اللي انا هنفذها في باند الحف يعني هقوله ايه هقوله بالمتر المكعب بالمتر المكعب اه ما هو الحفر بيتأس بالمتر المكعب يعني تلات حاجات مضربين في بعض طول في عرض في ارتفاع يبقى بالمتر المكعب حفر في ارض عادية هو محدد هالي في الايه لو رجعنا للورقة الاسئلة هيقول ايه بالمتر المكعب حفر في ارض عادية على أن يكون قاع الحفر المضبوط على الإدة والميزان يبقى لازم أصبت قاع الحفر على الإدة والميزان ويتم يغمره بالمياه لأن في حاجات ممكن تكون مسوسة في التربة أروح مسيب عليها المية المية دي تاخد التراب أو تاخد الرمل وتروح مليالي الفراغات المبين الصخور تاخد الرمل وتروح مليالي الفراغات عشان أكد على الكلام ده وخلي التربة بتاعتي قطعة واحدة ومتدخلة مع بعض متربطة مع بعض ما تبقاش مسوسة أو تهبط معي بروح دككها جيدا بالمندالة ويتم دكها جيدا بالمندالة طب إيه تاني ويتم نقل ناتج الحفر ويتم نقل ناتج الحفر لمسافات اللي تزيد عن خمسين متر ناتج الحفر اللي أنا حفرته ده أشيله بالعربية تنقله المسافات اللي ما تزيدش عن كام خمسين متر كل دوت مكتوب في المواصفات وبيتحسب عليه المقاوي طيب إيه تاني ويتم نسح المياه الجوفية إذا وجدت ويتم سند جوانب الحفر إذا لزم الأمر لو أنت شايف أن عمك الحفر بتاعه عميق تمام؟ ارتفاع الحفر بتاعه كبير يبقى أنا من المفروض أأمن على العامل اللي هيشتغل دوت يبقى أنا إيه؟ أسند له جوانب الحفر عشان ما تنهرش وتعوره أو تقضي به للوفاة يبقى أنا بعمل بشوية مواصفات لازم تتبع عندي ليه؟ باند الحفر إيه هي؟ يبقى بالمتر مقعب حفر في أرض عادية على أن يكون قاعة الحفر هستلموا من حضرتك الراجل المقاول أنا المهندس هو هستلم من المقاول على الإدة والإيه؟ قاعة الحفر مظبوطة على الإدة والمزاج تمام؟ على سبيل لماجي أصب الخمسين سنتي يبقى في الاركان كلها الخمسين سنتي اللي هنا هي الخمسين سنتي اللي في الرقن ده خمسين سنتي اللي في الرقن ده تمام؟ ما جيش أصب هنا خمسين ولاقي نفسه صبت هنا سبعين ليه؟ لأن هتلاقي القل لما الراجل جي يحفر بقت الأرض ميلة كده تمام؟ الميل ده الفرق ده تأدي إيه؟ الفرق ده تمسا عشرين يبقى أنا عشرين وزودتهم على الخمسين يبقى أنا صبتك إيه؟ سبعين سنتي السبعين سنتي ده مين اللي هيحسب المقاول عليه؟ ومين اللي هيحسب المهندس؟ المهندس سنة ماليش جاء؟ أنا هزبط لك قاع الحفر تمام؟ وأقول لك أن قاع الحفر مزبوط على الإدة والميزان ويتم دكه جيدا بالميندالة ويتم غمره بالمياه وسند جوان بالحفر يبقى كل الكلام ده بيتكتب في خانة بيان إيه؟ الأعمال دي سوابت ما بتتغيرش يا شباب دي سوابت في بيان الإيه؟ في بيان الأعمال طب بعد جوة الخانة اللي بعد كده مع بعض خانة العدد هنكمل مع بعض كده هو بعد خانة العدد عندي خانة خانة إيه؟ خانة المأسات ديه مقسومة لتلات خانات تمام؟ اللي هي طول وعرض وارتفاع طول وعرض وإيه؟ وارتفاع طيب بعد جوة في عندي تلات خانات بقيين من التسعة اللي احنا قلنا عليهم في الصفحة اللي هي اليمين؟ إضافة أو الخانة رقم رقم كم؟ سبعة اللي هي الإضافة الخانة رقم تمانية التنزيل الخانة رقم تسعة اللي هي الكمية الصفحة الشمال هنلاقي مع بعض اللي هي وعملناها خانة واحدة اسمها خانة الملاحظات اللي احنا هنرسم فيها الرسومات ونكتب فيها ملاحظاتنا والأرقام دي جات منين بعد إما وصفت لك بند الحفر كله تمام؟ وقلت لك يتم نقل مخلفات الحفر لمسافة لا تزيد عن خمسين متر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر هنقول إيه يا باش مهندس عند الحفر هنقسم الحاجتين أو نصين أو شقين إيه هما؟ حفر خارجي وحفر إيه؟ داخلي حفر خارجي وحفر إيه؟ داخلي طب نمسك مع بعض الحفر الخارجي كده تعالى مع بعض الحفر الخارجي أنا عملتولك هنا في الرسمة تمام؟ بخط تقيل تمام؟ ونبص كده هو قال لي إيه؟ آه المقاس ده حجرة النوم اتنين تسعين مقاس الحمام متر وخمساشر مقاس المطبخ متر سبعة وستين ونص مقاس المعيشة اتنين خمسة وسبعين ومعها الجزء اللي هو البارز اللي هو الرقبة اللي داخلة ديت خمسين سنتي اللي هي خمسين من مية لما تجمع المسافة ديت البعد ده أو الطول ده تمام؟ هيددي لك كام؟ جمعت اتنين تسعين زائد متر وخمساشر زائد 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 الداني التمانية متر سبعة وتسعين سنتي وإيه؟ ونص طيب تعالى بقى الجوات يا باش مهندس أجمع المسافة بتاعت ديت اللي هي اللي أربعة اللي هو طول حجرة المعيشة أربعة متر تمام؟ وعندي المدخل بتاعي مقاسه كام؟ تلاتة متر وعشرة جمع المقاسين مع بعض الداني المسافة كام؟ سبعة متر وإيه؟ وعشرة طيب ده بالنسبة للايه؟ للحوات الخارجية طيب الحفر اللي هو الحوات الخارجية هنقوله إيه يا باش مهندس تعالى بقى في خارجة الملاحظات هنقوله إيه؟ يحسب يحسب الحفر الخارجي بطريقة المحاور بطريقة إيه؟ المحاور طريقة المحاور بتقول إيه؟ الطول زائد العرض في اتنين اللي هو محوط إيه؟ محوط مستطيل طب يا أستاذ تعال نرجع كدوة انت ده ده شكل مستطيل طب ما فيه رجبة هين ما قفلتش معاي مستطيل لا ما أنا هتحك عليك واروح جاي بالسكينة هو ايه؟ في الزاوية دي والزاوية دي كدوة اروح قطعهم بالسكينة وخرج الحتة الصغرنانة دي اللي هي ارتفاعها خمسين أخرجها بره هنا اهي اهي تمام؟ واجي عند الزاوية دي اللي هي بداية التلاتة متر وعشة وانهاية التلاتة متر وعشة اقطعها برضو بالسكينة وخرجها البرة كدوة اهي يبقى انا عملت الخررن ايه؟ طردت الرجبة دي بدل اما هي دخل الجوة لا خرقتها لبرة وجاي وقفلت معاي شكل ايه؟ شكل مستطيل شكل مستطيل طب محيط المستطيل بيقول ايه يا أستاذ؟ محيط المستطيل محيط المستطيل بيسوئي طول زي ده العرض فين؟ في اتنين طب الطول كام يا أستاذ؟ ايهم اكبر؟ السبعة متر وعشرة ولا التمانية سبعة وتسعين ونص لقيت تمانية سبعة وتسعين ونص يبقى انا اشيل كلمة الطول وحط قيمتها كام تمانية تمانية سبعة وتسعين سنتي ونص زائد العرض كام يا استاذ سبعة متر وعشرة شلت الطول وحطت القيمة شلت العرض وحطت القيمة في الجنبين اللي باقيين انا خدت الجنب ده خدت الجنب ده أبو 7 متر و 10 وخدت الجنب ده اللي هو 8 متر 97 ودربتهم في الجنبين التانين اللي هو عدد الـ 2 دولار هيطلع أجمع 8 متر 97 و 0.5 زائد 7 متر و 10 هجمعهم على بعد تمام واروح ضربهم في 2 طب لما اجمعهم واضربهم هيطلع لي كم 32 متر 32 متر و 15 يبقى طول الحفر اللي بره ده يا أستاذ طوله كل مرة واحدة 32 متر و 15 8 97 و 0.5 8 97 و 0.5 أجمعهم على بعد 7 متر و 10 7 متر و 10 أجمعهم على بعد أجمع الأطوال ديت هيدين 32 بس أنا بجيبها بطريقة هندسية اللي هي محيط بطريقة المحاور اللي هو محيط المستطيل اللي هو الطول زائد العرض في طلبة بتغلط وبتستعجل وقولك الطول في العرض في اتنين لا هو محيط المستطيل طول زائد عرض فين في اتنين أشيل كلمة الطول وأحط الأكبر قيمة الضلع الأكبر فين ده ولا الضلع ده الأكبر قيمة أروح حاطة القيمة بتاعته 8 متر 97 و 0.5 زائد العرض بيسوي كم العرض بتاعي 7 متر و 10 أروح ضربهم في الجبن التانين اداني جماعت اللي اتنين وضربتهم في اتنين اداني طول الحفر الخارجي كله 32 كم 15 تعال نرجع كده للإيه للاب بتاعي تمام ادي اللي سلايس بتاعي هو بيقول لي الحفر لزوم الحواطر الخارجية حفرت ايه حفرة ولا اتنين ولا تلاتة هي أنا عملتها حفرة واحدة عددها كم يا أستاذ عددها واحد يبقى طول الحفر بتاعي كام 32 متر و 15 عرفت اللي 32 و 15 دي جات منين آه عرفت النهاية جات منين كل ده في خانة الملاحظات طيب تعال بقى نرجع لخانة الملاحظات التانية ونكتب كل ده بيتفصص في ليه في الملاحظات هنقول له عرض الحفر بيساوي عرض الخرصانة العادي عرض الحفر بيساوي عرض الخرصانة العادية طيب فين الخرصانة العادية يا أستاذ قادي بدايتها وقادي نهايتها المسافة ما بين البداية والنهاية كام متر و 20 يبقى عرض الحفر بيساوي متر و 20 بيساوي كام يا شباب متر و 20 يبقى أنا هاجي في الخانة بتاعة العرض بتاعي اهو المتر و 20 اروح كاتبها طيب بعد ما كتبتها في خانة العرض اروح جايي في خانة الارتفاع طيب خانت الارتفاع اكتفاع ايه تعال مع بعضي كده هقول له ارتفاع الحف نيجي على جنبي كده وهروح اقيل له ارتفاع ارتفاع الحف بيساوي هيساوي ايه يا شباب ارتفاع الحفر بيساوي ارتفاع الخرصانة العادية زاد ارتفاع المسلحة زاد ارتفاع بعد المسلحة ارتفاع جزء المباني ده ارتفاع مين ده ارتفاع الحفر يا شباب بس طبعا ايه في الصفحة بتاعتي الالم الالم الرفيع كل الكلام ده هيكتب بالراحة تمام و ايه مع توضيح الرسومات مش هياخد المساحة ديت عشان الالم عندنا اكبر من الالم اللي انت بتستخدمه طب تعالن اقول له ارتفاع الخرصانة العادية طب تعالن كده على جنب اهو ارتفاع الخرصانة العادية كام اربعين قد الاربعين طب ارتفاع المسلحة كام اربعين ارتفاع المباني يعني لغاية وش سطح الارض كام اربعين يبقى اربعين واربعين واربعين يبقى بتساوي متر وكام يا شباب متر وعشرين يبقى انا هعود عن كل ايه عن كل رمز انا كتبته ارتفاع الخرصانة العادية ارتفاع الخرصانة العادية اربعين زائد ارتفاع الخرصانة المسلحة اربعين زائد ارتفاع الجزء المباني بيساوي اربعين يبقى جمعهم مع بعض بيساوي متر وكام متر وعشرين طب تعالى بقى نرجع مع بعض كده يا شباب واقول له على اللي سلايسة هو ارتفاع الحفري بتاعي كان متر وعشرين متر وإيه متر وعشرين طب تعالى بقى عايز عايز حضرتك تتعلم تكتبها ازاي في الليه في الجدول وتعمل وتعمل ايه باش مهندس يبقى انا عندي عدد واحد همسك بقى القلة الحزبة تمام واروح قايل عدد واحد مع اللي سلايسة هوت تمام فيه اتنين وثلاثين متر وخمستاشر فيه متر علامة عشرين فيه متر علامة عشرين وخلي بالي مرحلش العلامة العشرية دي حطها في اي مكان او انساها تغير لكل الارقام ويطلع كل شغل غلط يبقى انا افق كده يا شباب بعمل ايه بضرب يبقى واحد فيه اتنين وثلاثين خمستاشر فيه متر علامة عشرين فيه متر وعشرين يبقى النتج الليه يطلع اروح حدته خانة مين الاضافة 46 متر يبقى الحفر اللي انا هحفره خارجي الكمية بتاعته هتطلع كم 46 متر وإيه و30 من 100 46 متر وكام و30 من 100 طيب عندي بقى بعد جهوات الحفر لزوم القطوع الرأسي اللي هو ميم واحد اللي هو ميم ايه ميم واحد تعال مع بعض ايه اللي ميم واحد انا قلتلك ميم واحد اللي هي الرأسية ميم واحد اللي هي اللي هي الرأسية طيب الميم واحد دي هي الرأسية طلها كام يا والساس اجمع اللي اربعة خمسة اربعة وخمسة من 100 زائد اللي اربعة 42 ونص من 100 تمام اجمعهم على بعد هيديني كام يا بش مهندس هيديني 8 متر 47 ونص 8 وإيه 8 متر 47 وإيه ونص طيب بص يا بش مهندس معاي احنا بنعمل ايه انا حفرت حفرة الحفرة دي عرضها كام الحفر اللي هو الخارج اللي انا حفرته ده عرضه كام يا استاذ عرضه متر وعشرين المتر وعشرين ديت لما انا اجي على الجنب اليمين انا حفرت متر وعشرين بس خلي بالك يا استاذ بنفكر مع بعض وبذكرك اهو المتر وعشرين ديت من المحور من المحور ستين لجوة وستين لإيه وستين لبرة تعال تعال كده هو هو اتضحها لك وارسمها لك في ورقة خارجية تمام اه دي الاعدة بتاعتها تمام وادي الاعدة التانية اللي انا كنت رسمها اهو من المحور ده المحور ده المسافة دي كام المسافة دي بتاعت الاعدة العادية متر وايه متر وعشرين وادي المسافة الناحية التانية كده كام متر وعشرين طيب من المحور ده يعني من نص الاعداء ديت لنص الاعداء دي المتر وعشرين بقت كام بقت ستين لجوة وستين لبرة والناحية التانية ستين لجوة وستين لإيه وستين لبرة طب المسافة اللي ما بينهم ديت أدي إيه أستاذ أه المسافة وليكن مثلا مثلا أربعة متر الأربعة متر ديت مش فيه جزء منها تحفر أهو الجزء ده اتحفر والجزء ده اتحفر خلاص طيب الجزء اللي اتحفر يمين وشمال ده أدي إيه ستين يمين وستين شمال يبقى بتساوي مية وعشرين مية وعشرين من الأربعة متر ديت يبقى أنا هقوله الأربعة متر ناقص مية وعشرين يبقى اللي لسه ما اتحفرش هنا ده أدي أيوا كام يا شباب اتنين متر وكام اتنين متر وتمانين اللي لسه ايه ما تحفرش اللي لسه ما تحفرش طوله قد ايه اتنين متر وتمانين يبقى انا بعمل ايه يا استاذ يبقى انا لما باجي احسب الحفر الداخلي بجيب ايه بحسب ايه بحسب المقاس بتاع الميدة بتاعي من المحور للمحور وارح قاسم نص الميدة من فوق ونص الميدة من تحت او نص الميدة من ناحية اليمين ونص الميدة العادية من ناحية الشمال بمعنى صح بروح بروح خاصم عرض ميدا كم عرض ميدا ايه لو الميدا عندي كلها ايه كلها مقاس واحد اللي هي مثلا متر او متر وعشرين طب تعال نشوف مع بعدي كده على الرسمة بتاعتي اهو المقاس بتاعي المقاس بتاع على السلايد سهوت يا باش مهندس تمام ادي الميدا ايه الرئيسية الميدا الرئيسية ديت طولها ادي يا باش مهندس قالك المقاس منين اربع متر وخمسة اهو من البداية لغية النص اهو اربع متر وخمسة من مية زائد لغية النقطة التانية اللي هي اخر المدخل بتاعي ده اربع متر اتنين واربعين ونص طب جمعهم مع بعدي كده يديني كم يا باش مهندس يديني تمانية متر سبعة واربعين ونص يبا انا هقوله طول الحفر لما اجي احسب لما اجي احسب طول الحفر الميد الداخلية بقوله ايه الطول محوري نص عرض الميدا من الجهتين نص عرض الميدا منين نص عرض الميدا اهو واضحة هي ومفصصها لك وموضحها لك عشان ما انتوش من بعدينا طيب اقوله طول الحفر الداخلي للميدا اللي هي من ايه من واحد جمعت الطول ده اداني كم؟ تمانية متر سبعة واربعين ونص اطرح منها نص عرض الميدا من فوق نص عرض الميدا من فوق ونص عرض الميدا من ايه؟ من تحت اللي هو كم ستين وستين يعني كم؟ مية وعشرين المية وعشرين طرحتها من التمانية سبعة واربعين ونص يبقى الطول اللي لسه ما تحفرش من الميم واحد طولها كم؟ سبعة متر سبعة وعشرين ونص سبعة متر كم؟ سبعة وعشرين سنتي وإيه؟ ونص يبقى انا هاجي في الخانة بتاعت الجدول في خانة الاطوال اهو هقوله ايه؟ عدد واحد حفرة واحدة طولها كم؟ سبعة متر سبعة وعشرين وإيه؟ ونص طيب عرض الحفر اللي هو عرض الخرصان العادية خلاص حفظناه كم؟ مية وعشرين ارتفاع الحفر اللي هو ارتفاع الميدا العادية زائد ارتفاع الميدا المسلحة زائد ارتفاع جزء المباني اللي هو اربعين زائد اربعين زائد 40 هيدينا كام متر وعشرين طيب في خانة الاضافة اجيب الرقم ده 8 يا استاذ يبقى انا هضرب الافق بتاع عدد واحد فيه 7 متر علامة 27 ونص تمام فيه متر وعشرين في متر وعشرين اداني كام المكعب بتاع اللايت حفر هيدينا نتج الحفر كام 10 متر 47 من 100 عشرة متر كام 47 من 100 طب تعال ابقى نشوف عرض الحفر اللي ايه طول الحفر وعرض الحفر للميدا رقم 3 الميدا رقم 2 احنا حسبنا كده يا شباب القطوع الرأس اللي هو رقم ايه رقم واحد تعال بقى نحسب الميدا رقم 2 اللي هي الداخلية طب نحسبها ازاي تعال بقى على خانة الملاحظات خانة الملاحظات 1002 هي يا استاذ 1002 من المحور للمحور كام 400 1002 هي اد اول واحدة واحدة التانية هي تمام واحدة التالتة يبقى عددهم كام يا استاذ ناصر قال لك عددهم 3 حفر 3 ايه؟ 3 حفر طول الحفر بتاعها من المحور للمحور كام 4 متر طب انا لما جيت حفرت الرأس ده حفرت الرأس مش انا دخلت هنا 60 سنطي ناحية اليمين و60 سنطي ناحية الشمال طيب ولما جيت حفرت الحفر الخارجي حفرت بعرض كام 120 المية وعشرين داية دخلت ناحية ناحية قط النوم كده حفرت الجوة 60 سنطي وحفرت البره 60 سنطي يبقى 60 جوة و60 بره تمام؟ يبقى اللي لسه ما تحفرش كام اللي لسه ما تحفرش اللي 4 متر ناقص المتر وعشرين اداني كام يا شباب اتنين متر وتمانين اتنين متر وكام اتنين متر وتمانين طب تعالك ده وقت مع بعض نشوفها في خانة الملاحظات هنعمل ايه؟ تعالوا نبص مع بعضي كده تمام؟ اه دي المقاس المحور اهو المقاس ده من المحور للمحور كام اربع متر طب انا لما جيت حفرت حفرت اهو حفرت اهو يا استاذ عرض الحفر ده كام مية وعشرين بس من المحور ده كام ستين لجوه وستين لبرة طيب هنا برضو لما جيت حفرت الخارجي ده مش اتحفر الخارجي ده بعرض مية وعشرين المية وعشرين دي حفرت لجوه ستين منها وستين وستين سنتي لبرة طيب اللي لسه ما تحفرش من ايه؟ من وش الحفر ده لوش الحفر الرأسي ده اللي لسه ما تحفرش كام يبقى انا هقول له طول الحفر الداخلي لمين مين ايه؟ مين اتنين بيتساوي هنعمل ايه؟ اربعة متر الماس من المحور للمحور كام؟ اربعة متر ناقص المتر وعشرين متر وعشرين جات من اين يا استاذ؟ ستين اهيه اتحفرت وانا بحفر الحفر الخارجي وستين وانا بحفر القطوع الرأسي تمام؟ يبقى ستين وستين مية وعشرين يبقى اللي لسه ما تحفرش اللي لسه ما تحفرش من الوش ده للوش ده كام؟ بيساوي اتنين متر وتمانين يبقى انا عندي طول الحفر كام يبقى ايش مهندس؟ طول الحفر اللي لسه ما تحفرش المين اتنين اتنين متر وتمانين طب تعالوا نبص على الجدول كده مع بعض ايه دي مين اتنين اهي؟ عددها كم واحدة انا عدتهم كام تلات طول الحفر لن لسه ما تحفرتش طولها كام يا استاذ اتنين متر تمانين وعرض الحفر كام متر وعشرين ارتفاع الحفر اربعين واربعين حفزنا خلاص يا استاذ طيب بعد Gol هنضرب على القلة الحسبة تلاتة في اتنين متر تمانين في متر علامة عشرين في متر ايه في متر علامة عشرين هيدينك كام يا استاذ اتناشر وتسعة من مية. اتناشر وايه? وتسعة من مية. طب تعال نشوف الحفر رقم اه الميدا رقم تلاتة. الميدا رقم ايه? تعال نشوف مكانها فين على الرسم كده. تعال ننتيل مع بعض. طيب. انا حفرتي هنا الميدا رقم تلاتة. اهي. عفوا. الميدا رقم تلاتة. ما اسهم من المحور للمحور. تلاتة متر وكام? عشرة. يبقى ميم. ميم تلاتة. من المحور للمحور كام? تلاتة متر وعشرة. نفس ايه? نفس الحدودة اللي احنا ايه? قناها في ميمة اتنين. لما جيت حفرت القطوع الرأس ده. دخلت هنا لجوه. حفرت هنا كام? ستين. ولما جيت حفرت هنا القطوع الخارجي ده. الحفر الخارجي دوت. حفرت كام? ستين. يبقى ستين. وستين. يبقى مية وعشين. من اصل كام يا استاذ? تلاتة متر وعشرة. يبقى انا هقول له تلاتة متر وعشرة. ناقص المتر وعشرين. بتساوي. بتساوي كم? ايوة. ناس صحية ايه? ايه? ومركزة معايا. بتساوي. اه. ايوة ميم تلاتة طولها. هيبقى متر وكم? متر وتسعين. يبقى اللي لسه ما اتحفرش هنا كام يا استاذ? متر ايه? متر وتسعين. اللي هي ميم ايه? ميم تلاتة. اروح ضربها في العرض الحفر بتاعي. معايا على السليس هو. يبقى ميم تلاتة. عددها كام? عددها واحد طولها. اللي لسه ما اتحفرش. متر وتسعين. عرض الحفر بتاعي اللي هو عرض الخرصانة العادية سابت. متر وكم? متر وعشين. وعند ارتفاع الحفر كام? متر وعشين. اضرب الواحد في متر وتسعين. في متر وعشين. في متر وعشين. هيدينا كام? هيدينا اتنين متر اربعة وسبعين من مية. اتنين متر كام? ودايما انا باخد اول رقم او اول رقمين بس بعد العلامة العشرية. طيب. بعد كده يا بش مهندس هنروح حاسب ايه? حفر لزوم. اللي لسه ما تحفرش. تعال مع بعدي كده على الايه? على السليس بتاعي. في عندي حفر هنا. اه في عندي حفر هنا. الحفر ده هو تقديه يا استاذ. في عندي حفر هنا في اللي ايه? لزوم الحمام في الحطة دي. لو انا رجعت بالرسمة بتاعتي هتلاقي في ايه? في هنا اطوع رأس هنا. الاطوع الرأس دوت لزوم المطبخ. طب يا استاذ ما فيه اطوع رأس هنا. الاطوع الرأس دوت ما انا هاجي ايه? مش هندحك على بعض. الاطوع الرأس دوت مسافته كام? متر وخمستاشر. لما انت جيت حفرت هنا الافق ده ستين. وحفرت هنا ستين. ادي هنا ستين اهو. اتحفرت. وحفرت هنا ستين. تمام? ادي ستين وستين. مية وعشرين. هي اصلا طلها متر وخمستاشر. يعني انت وانت بتحفر الافق ده. وبتحفر الافق ده انت حفرت اصلا القطوع الرأسي اللي ايه اللي هو موجود في الحمام اتحفر خلاص يبقى انت مش هيتحس فيه عندي قطوع رأسي هنا للزوم ايه لزوم المطبخ طوله كم يا استاذ من المحور للمحور متر سبعة وستين ونص طوله كم متر سبعة وستين ونص يبقى انا هقوله لزوم حفر القطوع الرأسي للحمام للمطبخ قصد متاسف بيساوي متر سبعة وستين ونص متر سبعة وستين ونص اطرح من نوم كم يا استاذ متر وعشرين اطرح من نوم كم متر وانه متر وعشرين اللي هيتبقى اللي لسه ما تحفرش كم سبعة واربعين ونص سبعة واربعين ونص من الف اللي لسه ما تحفرش اللي في القطوع ده كم سبعة واربعين سنت وإيه ونص طب عرض الحفر كم يا استاذ متر وعشرين وارتفاع الحفر كم تعالوا نبص على الجدول اهو عشان ايه نقفل جدول لليه الحفر طيب يبقى السبعة واربعين ونص ادي العدد عدد القطوع كم واحد. والطول اللي لسه ما تحفرش للأطول الرأسي كام? سبعة واربعين ونص. اللي هو ربعمية خمسة وسبعين من ايه? من الف. في عرض الحفر كام? متر وعشرين. وارتفاع الحفر كام? متر وعشرين. يبقى انا هضرب العدد في الطول في العرض في الارتفاع. هيديني كام? تمانية وستين من مية. تمانية وستين من ايه? من مية. طيب في حفر تاني يا واستاذ ما فيش حفر تاني. يبقى انا هقفل كدوات يا باشماندس وارح جاي رأسي. جاي رأسي في خانة الاضافات. وبقفل الخنات بتاعتي ما باسبهاش. لان دي ساعات في ناس كدوهوت ايه? بيلعبوا وحطوا ارقام هنا هوت ويروح ايه? ويروح مجمع. ويدحك على صاحب المشروع. لا. بقفلها له. ما بدلهوش اي صغرة ان هو ايه? يلعب ايه? يلعب في او يضحك عليه. بروح ما اقفلها. بعملها شرط. طيب في خانة الاضافة. طيب ما ما فيش حفر يا باشمهندس. يبقى انا هنزل كده رأسي جمع. يبقى انا هجمع الستة واربعين. ستة واربعين ديت وتلاتين من مية. زائد العشة. العشة سبعة واربين من مية. زائد اتناشر وتسعة من مية. زائد اتنين اربعة وسبعين من مية. زائد تمانية وستين من مية. اجمعها كده على بعد رأسي. تمام? ادياني مكعب الحفر كله. ليه المشروع? اللي انا هحفره. لزوم الحوائط الخارجية والداخلية سمك خمسة وعشرين سنتي. تمام? بسمك مكعب الحفر هيديني كام? اتنين وسبعين. اتنين وسبعين وكام? وتلاتة من عشرة. طيب. في تنزلات? ما فيش تنزلات. ما خصمتش حاجة. يبقى انا هاخد الناتج اللي تلع في الاضافة اروح حطه في خانة الكمية. ده بالنسبة البند ايه يا شباب? ده بالنسبة البند ايه? الحفر. طب. نفس اللي انا عملته. اه دي ايه? خانت الملاحظات اهو. وموضح لك وكتب لك الخطوات اللي احنا كتبناها على الورق بتاعنا. وشرحنا لك واعرفنا لك الايه? الارقام دي جات من ايه? نفس الارقام اللي احنا والخطوات اللي احنا عملناها هي هي في الخرصانة العادية. في الخرصانة العادية ايه اللي ان الخرصانة دي بتتكون مين ميتين وخمسين كيلو جرام ايه اسمنت? واتنين جزء ده شوم? لي واحد جزء ايه? لو واحد جزء رمل. تمام? بعد جده هو ايه الخرصانة العادية دي بتتريمع على طبقات سمك الطبقة خمسة وعشرين سنتي. تمام? وبتتدك جيدا بالمندالة وتترك لمدة اسبوع وترش مرتين يوميا. تمام? وخلصنا بيانات الايه? بيان الاعمال والمواصفات اللي هتكتب في بيان الاعمال بالنسبة لمن? الخرصانة العادية. نفس الارقام اللي انت جبتها في الحفل هي هي. بس ايه اللي هيتغير? تعال نبص مع بعدي كده. هتلاقي لزوم ميد. هنا بقى مش هنقول حفل. بعد ما كتبت المواصفات هكتب ليه? لزوم ميد الحواطر الخارجية. عددها كان كام? واحد. طولها اتنين وتلاتين وخمسة عشر من مية. هي هي. عرض ال... عرض الخرصانة كان متر وعشرين. اللي هو عرض الخرصانة العادية هو هو. لان انا قلتلك في القاعدة بتاعت الحفل ايه? عرض الخرصانة العادية هو هو عرض ايه? الحفل. طيب. ايه اللي هيتغير يا استاذ? ارتفاع الحفل هنا كان هناك كام? متر وعشرين. اما هنا بالنسبة لخرصانة العادية اربعين من مية. اللي هي اربعين سنتي. ارتفاع الخرصانة الواحدية بس كام? اربعين سنتي. وهضرب واحد في اتنين وتلاتين خمسة عشر في متر وعشرين في ارتفاع اربعين. يبقى داني مقعب الخرصانة العادية لليه الحفل اللي هو اللي هي? الميدا الخارجية كام? خمسة عشر تلاتة واربعين. هنيجي برضو لمي م واحد اللي هي القطوع الرأسي كان كام? سبعة متر سبعة وعشرين ونص. يعني الحفل البند الحفل هو الاساس اللي انا هبني عليه بقيت شغلي. سبعة متر سبعة وعشرين ونص في متر وعشرين في اربعين. عديني كام? تلاتة تسعة اقرر كل الكلام اللي احنا عملنا ده بس انا غيرت الارتفاعات اهو خليتها كام اربعين وجمع الداني المكعب بتاعي اتنين وعشرين اتنين وخمسين الكمية بتاعتي اتنين وعشرين اتنين وخمسين يبقى كده النهاردة كده اننا خلصنا بند الحافر وخرصانة العادية ولانا اللقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته